نريد أن أتكلم معكم عن موضوع الحقيقة مهم جداً خاصةً دلوقتي متعلق بتربية أولادنا وهو اختيار الصديق هل ضروري أن الأم والأب يتدخلوا لو شايفوا أن ابنهم أو بنتهم يعني أصدقائهم شخصيات غير جديدة بالصداقة هل أصلاً مفروض الأسرة تتدخل في اختيار الأصدقاء؟ إزاي نقدر ندرب أولادنا إن إحنا نبحث عن صديق؟ قبل كل ده إزاي ممكن نعلمه معنى كلمة صديق في حياته أن الصداقة دي حاجة مهمة جداً 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 يمكن دي العيلة اللي احنا بنختارها لنفسنا وهي اللي بتأثر علينا بشكل كبير جداً أسئلة كتير جداً خلينا نجاوب عليها النهار ده مع ضفتنا في الستوديو الأستاذة مريم الشفعي الاستشاري التربوي والمعالج السلوكي صباح الخير عاديكي دكتور وأهلا بيكي معنات أهلا بيكيب صباح الخير واصف صباح النور صباح الخير لما نجينا الكلام عن الصداقة الصداقة يعني خلينا نقول معنى مهم جداً وشيء مهم جداً ونمكن لما بنشوف ناس ما لهاش صحاب كتير بيبتدي كده نقلق أكيد في حاجة غلط وفي نفس الوقت بيؤثره بشكل مباشر على الشخصية وعلى السلوك وعلى كل حاجة في حياتنا هل فكرة أنه الأم والأب يتدخلوا في اختيار أصحاب أولادهم في البداية دي أصلاً سلوك سليم أو طريقة سليمة للتعامل مع الأولاد ولا لأ؟ خلينا نقول أنه دايماً السؤال ده بيتسائل مع دخلة ولدنا لمرحلة المراقبة وإحنا بنفوق في اللحظة دي الحقيقة أن إحنا محتاجين نبدأ الجورني من وهم عندهم خمس وست سنين ونبدأ نتكلم يعني إيه لنا أصحاب ويعني إيه صديق وإيه صفات الصديق المفروض يقف جنبك إزاي يساعدك إزاي إحنا بنحب بعض من غير مصالح من غير عشان أخد منه شبسي في المدرسة ما هي تبدأ كده الصندويتشات أيه فاكرة حياتنا في المدرسة هو فعلاً أو بيحلوا بعض الهومورك وبيغششوا بعض في الامتحان فإحنا محتاجين نحط للولاد المفاهيم بجد أنه صاحبك ده هيساعدك هيحبك مش عشان أنت بتديله حاجة لو أنت محتاج مساعدة تعبين مروحتش المدرسة هيساعدك في الواجبات بتاعتك وابدأ أفرق ما بين أن إحنا بنتعامل مع ناس كتير جداً الفرق بين الزميل وبين الصديق فإنت تعرف ناس كتير جداً في التمرين في المدرسة أصحابنا الجران طيب دول كلهم زملاء ولا دول كلهم أصدقاء اللقطات دي من وهم بيكبروا خطوة خطوة معنا بتخليني أوصل لإجابة السؤال بقى وهو عنده 14 سنة لما لقيم صاحب حد مش شبهنا خالص في عادات أنا مش موافقة عليها بنات بيخرجوا بطريقة معينة بيصوروا تيك توك بطريقة معينة وولاد بيدخنوا أنا بقى هنا قررت أصحى وأقول لا أنا مش موافقة على أصدقاء لا طبعاً هيتمرد ومش هيوافق ومش عايز يسمع وشايفين اللي إحنا شايفين خالص خالص وبعد كده في مرحلة في حياتهم الطبيعي من احتياجاتهم فيها الاستقلالية فأنا جيت بقى كأم أو كأب صحيت في الوقت ده وقلت لا أنا ليه دور وهاتوا تليفوناتكو وهات الأكاونت بتاعتك بتاعت السوشيال ميديا وقررت أدعبس ودور فطبعاً لازم يحصل صدام ولازم يحصل تمرد عكسي طيب قبل ما نوصل هنتعامل معهم إزاي بقى؟ ما احنا فيه صدام دلوقتي وفيه تمرد عكسي زي ما حضرتك بتقولي لكن قبل ما نوصله احنا بنديهم من خبراتنا برضو يمكن برضو احنا زمان هلين ما تكلموش معنا في حاجة زي دي برضو ما كانش فيه الانفتاح اللي موجود حالياً لكن احنا خلال السنين اللي مررنا بيها في حياتنا ووصلنا لهذه المرحلة العمرية عرفنا الصديق من الزميلة عرفنا مين اللي يكمل معنا لحد دلوقتي وبنسترجع وبنفتكر كان بيعمل معنا ايه زمان احنا صغيرين فعشان كده احنا كأباء وامهات في هذا الزمن قادرين نحط القواعد وقادرين نحط الصفات الأساسية اللي لازم تكون متوفرة في هذا الشخص عشان يكون صديق مش زميل صح دي حقيقة منعمل ده بقى ازاي منعمل ده لما بنقول لهم هي ايه الشروط لما بشاركهم جزء من خبراتي زي ما شاركتنا كده انه مين أصحابي كنا مع بعض في ابتدائي بنعمل ايه واحنا في سنة ويغيرنا صحابنا ولا ما غيرنا دول من هم صغيرين اه طبعا هم بيبقوا عايشين معنا فعارفين مين أصحابنا احنا فليه فلان دي صاحبة ماما وليه فلان ده صاحب بابا انا بشارك بشكل يومي بحكي جزء من حياتي عشان هم يتعلموا من المشاركة دي جزء مهم جدا ان الولاد وهم صغيرين بيرجعوا دايما من المدرسة او من النادي عايزوا يقف يحكي 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 هو بيحكي تفاصيل كتير قوي دي اللقطة اللي انا هاخد منها ثواني واقول كان ممكن لو ردنا على بعض الطريقة احسن يحصل كده هعرف منها بيتعاملوا ازاي بيردوا ازاي مساحة الهزار شكلها ايه دي اللقطات اللي انا مهمة بقى موجود فيها عندنا خمس نقط محتاجين نقول للأهالي خليكم موجودين في الخمس نقط دول تواصل لازم يكون فيه تواصل ما فيش توجيه ولا فيه قرب من ولادنا من غير ما يبقى فيه فلو انت القب اللي بيجي فجأة عشان يدخل بقى يلبس البدلة بتاعة المدير بالليل ويقول ده مش مناسب وده مش مناسب انسى هيقول لك حاضر ويدخل وقفلوا قواضهم ويعمل لهم عايزين فانت محتاج تواصل مع الولاد تفهم لاحتياجات المرحلة العمرية دي مسئولية يعني انا بتديله احساس بالمسئولية على تحمل عواقب اللي هو هيعمله بحدود حب غير مشروط انت ابني في كل حالاتك والله صحبت ناس وحشة صحبت ناس حلوة انا مش بحبك عشان انت النهاردة بتسمع كلاما عشان يقدر يجي يحكي لي كل حاجة بس احنا لو حد بيحبنا علشان انا عملت له حاجة معينة خلاص انا مش هروح لوقتي ما بقى محتاجة مشروط حاجة قصة حاجة بالضبط فده مهم جدا احنا وإحنا موجودين في حياتهم في مساحة قرب ان يقابدأ اشرح اللي حضرائك بتقوله ده يحسوا بينا يحسوا يعني ان احنا بننقلهم جزء من تجاربنا فلما جتنقل لمرحلة بعدها هواج يوجه لا هيبقى فيه صحبية كمان فيه نقطة مهمة ان احنا محتاجين نكون قريبين من اصحاب اولادنا على القلم الاسرة نبقى عارفين شكل الاسرة برضو مرة بنشوفهم مرة بيجوا البيت عندنا ومرة بنتجمع في نادي بنطلع كامب مع بعض يعني فيه حاجات كده مش بقول كل يوم اصحاب ولادهم ولا ولا اهليهم اصحاب ولادنا هم مراية للبيوت وبالتالي لو انت على الكوننكشن هتبقى بتقابل بابا في مرة وهو بيوصله النادي هتقابله وهو بياخده من امتحان فهيبقى فيه الكوننكشن انتوا عارفينه هو الدرس الفلاني عملوا فيه ايه اتأخروا ليه فيه مساحة اتأخروا ليه